زار فريق اللجنة العسكرية والأمنية المشتركة برئاسة اللواء الركن علي محسن الحارثي جبهات وألوية محور طور الباحة في محافظة لحج وطلعت اللجنة من قيادات الألوية وعمليات المحور على الموقف العملياتي الحالي والجهزية القتالية للقوات وخطط المحور واستعداداته إلى جانب إجراءات ومتطلبات تنسيق الجهود القتالية وتنظيم التعاون سواء مع القوات القتالية في الساحل الغربي المقاومة الوطنية وقوات العمالقة ومحور باب المندب أو محور تعز ومحور كريش والعند وألوية القوات البرية وتسلمت اللجنة تقارير باحتياجات ومتطلبات الألوية وجبهاتها ومهام الإسناد الأمنية الاستثنائية الموكلة لها في إطار المديريات المتاخمة للجبهات القتالية الممتدة لما يزيد عن 80 كيلو متر وعمق عما يزيد عن 30 كيلو متر على مرتفعات شاهقة وسلسلة جبلية وعرة تشكل حزما أو حزاما دائريا يحيط بثمان مديريات متداخلة ومترابطة جغرافيا وعسكريا وأوضاعها معقدة أمنيا ضمن محافظتين متجاورتين شمال غرب لحج وجنوب تعز الأمر الذي يحتم بشدة على القوات القتالية لاستمرار والتعاون في مثل هذه المهام المشتركة وتجاوز التسميات والمعوقات المناطقية وتعقيدات المصطنعة طالما مصير الوطن يضحى بيد فئة ظالة باغيات تتقرب بسفك دماء أبنائه لإرضاء ملال الضلال ومجوسها وطلعت اللجنة على الاحتياجات العاجلة لتنفيذ المهام القتالية الحالية وكذا المستقبلية والبقاء في جاهزية قتالية مستمرة للحيلولة دون نجاح خطة الميليشيا الانقلابية الحوثية الرامية إلى أعادة حصار تعز وإسقاط مناطقها والتوغل صوب الساحل الغربي والعاصمة المؤقتة عدن كما طلعت في غرفة العمليات وسيطرة المتقدمة على وسائل وأجهزة الرصد وتتبع والمراقبة وتسلمت من مدير المستشفى العسكري تقريرا بأهم متطلبات واحتياجات استكمال تجهيز المستشفى العسكري بالأجهزة والمعدات اللازمة لما من شأنه الإسراع في تشغيله وتسلمت اللجنة تقريرا بمعاناة الجرحى ومقترحات العناية بهم وكذا حقوق الشهداء والاهتمام بأسرهم وتضمنت المطالب المالية انتظام مرتبات المقاتلين واعتماد إكرامية شهرية للمقاتلين في جبهات المحور وتسويتهم بزملائهم في جميع الجبهات كما طلعت من مدير المركز التدريبي وكبير المعلمين والمدربين على الشرح مفصل بدورة التدريبية المنعقدة في المركز خلال العام الجهري 2022 وتسلمت تقريرا بأهم متطلبات واحتياجات وتطوير واستكمال تجهيز المنشآت التدريبية في المركز من جهته قدم رئيس عمليات محور طور الباحة قائد اللواء العاشر حماية طرق العميد الركن فارس الحفيضي إجازا عمليتي على الخريطة تضمن الموقف الحالي وطبيعة الأعمال العسكرية وتموضع الوحدات ونطاقات مسؤولياتها وانتشارها على خطوط التماس مع العدو مؤكدا على الجاهزية القتالية العالية لتنفيذ أي مهام قتالية فيما أشاد رئيس اللجنة والركن علي الحارث بالصمود البطولية الذي وجده وراءه عيانا من مقاتلي المحور في ظل الأوضاع الصعبة وتضاريس الجبلية الوعرة وشتاء القارس وخاطب المقاتلين قائلا عهدا علينا أن ننتصر لكم فأنتم من انتصر للوطن ومرغ أنوف أعدائه وأنتم من بكم الأمل بعد الله لغسل دنس الميليشيا الحوثية وتطهير البلد منها وعادة الاعتبار لعزة وشموخي وأنفة اليمني الأصيل كما أكد اللواء الحارثي على أنه لا انتصار على هذه الفئة الباغية إلا بتجاوز كل التباينات والترفع عن الشقاق وعادة توحد الصفوف وحشر الطاقات كلها لتخلص من هذا العدو الغاشم مما يجب الإشارة إليه أن محور طور الباحة العسكري في المنطقة العسكرية الرابعة يعد من أهم المحاور العسكرية القتالية لتتوزع قواته في جبهات مشتركة بين محافظتي لحج وتعز ويتجاوز المقاتلون فيه ثمانية عشر ألف مقاتل ويرتبط بخطوط جوار مع محاور قتالية فاعلة كمحور العند وتعز وكرش وباب المندب والبرح وحيس ولو جرى توحيد جهودها معا وتحريق قواتها في عملية قتالية مشتركة ستتحرر أربع محافظات جديدة في غضون أيام